السلام عليكم كل سنوات طيبين وبخير النهاردة هنتعلم نعمل مع بعض الرؤاق الناشف بطريقة مميزة وبسيطة وسهلة جدا بتاكات وتفاصيل اول ما هتعرف فيها مش هتشتري من برا بس اهم حاجة تابع الفيديو للنهاية انا قناة مطبخ شاما عبدالغني للا اول مرة يزورني بقدم وصفات طبخ وحلوات اقتصادية اتمنى جدا انها تعجبكم عايزكم كمان تسمعوا صوت الارمشة وتشوفوا قد ايه هو مفروض وفي منتهى الجمال وناجح جدا جدا مش بس كده احنا هنامل بيه احلى سنية رؤاق باللحمة وحقولكو كمان على اسرارها عشان تطلع معاكم ناجحة وكل اللي يأكلها يشكركم عليها شايفين لونها الذهبي وشايفين الدقيق متماسكة ده هيكون بسر التشريبة اللي هنقول عليها في فيديو النهاردة تعالوا نقول باسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونبدأ فيديو النهاردة اول حاجة كده معايا نصف كيلو من الدقيق بس حاب اقولكو ان المعيار ده هو قد معيار الكوباية بالضبط عشان هعاير الميا بالكوباية نصف كيلو الدقيق هيعاير معايا تلات كوبايات ممسوحين هحط عليه نصف معلقة صغيرة من الملح وحنزل عليهم بكوباية مليانة من الميا وحشوف كده لو احتاج مني ميا تانية ولا لأ احنا طبعا عارفين ان الدقيق انواعه بيختلف على حسب كل نوع وحسب امتصاصه للسوائل فطبعا انا حضيف هنا كوباية مليانة من الميا على تلات كوبايات الدقيق وحقلب كده بالمعلقة ولو احتاج مني ميا تانية حضيف حقلب كده بالمعلقة لغاية لما الدقيق يبتدي يختفي وبعد كده حسلك المعلقة وحبتدي اعجم بيدي وزي ما انتو شايفين كده تقريبا في جزء كبير لسه من الدقيق محتاج شوية ميا فحضيف كمان ربع كوباية من الميا يعني المجموع كله كوباية وربع من الميا فانت خلي جنبي منك كوباية وربع من الميا وضيفيهم بالتدريق وشوفي كده حياخد منك المقدار كله ولا لا تقريبا كده حياخد المقدار كله الا معلقة او زيد معلقة من الميا على حسب نوع الدقيق اللي انتو هتستخدميه اهم حاجة ان تبقى العجينة بالقوام اللي انتو شايفينه ده هتبقى بتلزق منك كده تلزيقة بسيطة وفي نفس الوقت العجينة مش لينة قوي وانا هقولكو ازاي تعالجوا التلزيقة البسيطة دي علشان تقدروا تتعامله مع العجين وتفردوه بكل سهولة وبكل بساطة هجي برشة كده خفيفة خالص من الدقيق وحرشها كده علشان بس اعرف ان انا امسك العجينة وما تبقاش بتلزق في ايدي خلاص كده ده القوام المطلوب علشان تبقى العجينة سهلة معايا في الفرد يعني فيها نسبة طراوة فحتبقى سهلة معايا في الفرد وما تبقاش نشفة وانا بفردها هجيب كده سطح العمل وحبتدي اعمل العجينة بتاعتي على شكل استواني وحبتدي قطعها لقطع متساوية وانا هنا هقطع لتمن قطع علشان انا عايزة حجم الرؤية بتاعتي يبقى كبير شوية بالنسبة لكو قطعوها لستاشر قطع يعني قطعوها لتمانية وكل قطع قطعوها لاتنين علشان يقطع معاكو ستاشر قطعة هيبقى حجمها مناسب جدا انا عملتهم على تمانية لاني عايزة الرؤية بتاعتي يكون حجمها كبير شوية بالنسبة للناس بقى اللي مش متمكنة في فرد الرؤية قطعيها لستاشر قطع علشان تبقى القطعة كده صغيرة وتقدري تفديها بكل سهولة حبتدي بقى اتقورهم كده على شكل قريات صغيرة وحرش كده رشة من الدقيق في الصينية وحبتدي ارصهم في قلب الصينية وطبعا حسابهم يرتاحوا مش اقل من ساعة علشان ابتدي افردهم انا طبعا ما ريحتش العجينة بعد العجن وقلت حريحها مرة واحدة بس فقطعتها على طول بدون تريح علشان حريحها لمدة ساعة وفي الرؤية يا جماعة حاولوا ان انتو تريحوه مش اقل من ساعة الا ربع يعني اقل حاجة كده ساعة الا ربع لساعة علشان يديكوا نتيجة كويسة ويبقى ساهل معاكوا جدا جدا في الفرد خلاص كده كورتهم كده لقريات صغيرة عملتهم 8 قطع وطبعا ما شاء الله الرؤية بتاعتي حيبقى حجمها كبير فانتو بالنسبة لكم اقسموا بقى الكورة دي لاتنين علشان يديكوا 16 قطعة وهيعمل معاكوا عدد كويس جدا ما شاء الله يعني ممكن يعمل صنية او صنيتين من الرؤية هغطي بقى العجين بتاعي وحسيبه لمدة ساعة وطبعا نغطيه بقى بحاجة تقيلة شوية يعني انا غطيته بكيس بلاستيك وهحط كمان فوطة علشان يرتاح لمدة ساعة وبعد كده بعد الساعة معدد هبتدي بقى ايه افرد فيه زي ما انتم شايفين كده ده شكل العجين بعد ما ارتاح لمدة ساعة شايفين الحمد لله ما لزقش طبعا في الكيس النيلون لان انا رشيت على بش العجين رشة كده من الدقيق تعالوا بقى نفرد اول قطعة لازم ترش بقى رشة كده كويسة من الدقيق تحت وفوق العجينة علشان متلزقش معاكي وتتفرد معاكي بكل سهولة وبحاول كده اخلي العجينة تاخد شكل دائري علشان تبقى منتظمة وكمان معايا المفرش السيليكون عليه المقاسات يعني مثلا لو انا عندي صينية وعايزة افرد على قد الصينية البتاعتي يعني فمعايا المقاسات وحفرد على قدها فحبتدي بقى ايه افرد العجينة وبتتفرد معايا بكل سهولة كل شوية برفعها كده وبرش كده رشة من الدقيق تحت وفوق العجينة وبعد كده بفردها وبتتفرد بكل سهولة جدا تقدري بقى في المرحلة دي تحس كده العجينة بيدك علشان تشوفي لو في حتة دخينة او سميكة تقدري تفرديها بكل سهولة اهم حاجة تفردي لغاية لما المفرش السيليكون يبقى ظاهر من تحت العجينة علشان توصلي للسمك المطلوب وحواريكو ازاي واحنا شغالين مع بعض ازاي وصلت للسمك المطلوب وفي حاجة كمان وفي مرحلة كمان اسمها مرحلة رح العجينة على الايد يعني ان انت تشيل العجينة كده وتبتدي تلف فيها على شكل دائري على ايدك وتنتريها كده الفوق علشان ترق رأيها او تخليها رؤياء الناس اللي مش هتعرف تعمل الخطوة دي فتبتدي تفرد العجينة لغاية لما المفرش السيليكون يبقى ظاهر بالشكل دوت من تحت العجين وطبعا حس العجين بايدك كده وانت بتفرديه علشان تخلي سمكه كل واحد وفي نفس الوقت يبقى رؤية دي بقى مرحلة اسمها مرحلة الرح او ان انت بتشير كده الرؤاء على ايدك وتبتدي تنتريها الفوق زي ما انت شايفة كده بالزبط حواريكو مرة تانية دي الطريقة بتاعة رح العجين وزي ما انتوا شايفين العجينة شفافة وايدي ظهرة من تحت بالمنظر دوت فبترفعيها كده الفوق على كفوف ايدك وبتخلي طبعا صوابعك كده لورا علشان ما تخرميش العجين وتبتدي ترحيها على ايدك بالشكل دوت الموضوع سهل وبسيط ولو انت بيش هتقدري تعملي الموضوع دوت فافريدي العجينة لغاية لما المفرش السيليكون او خطوط المفرش تبقى ظهرة وتحس ان العجينة بقت شفافة معاك النهار ده برضو هنسوي على سطح البتجاز قلبت الصاج بتاع البتجاز او بتاع الفرن بالشكل دوت وحطيته على العين اللي في النص وشغلت النار على درجة وسط وحبتدي بقى اسوي علشان برضو يبقى ساهل عليك بالنسبة للناس اللي مش بتعرف تسوي في الفرن ولو مش هتعرفي تشيلي الرؤاء بايدك كده زي ما انا بحطه هتلف فيه على النشابة وتحطيه برضو على الصاج بكل سهولة وبكل بساطة الموضوع ساهل وبسيط جدا يا جماعة وما خدش وقت مني خالص وطبعا انا مثلا كنت بهجي النار وابتدي افرد الرؤاء اللي بعدها وحطها بقى على الدرجة الوسط او اعلي النار شوية على الدرجة الوسط وابتدي اسوي بقى الرؤاء بتاعي بكل سهولة اهم حاجة تفضل يتقلبي فيه كده على النار علشان ما يتحرقش منك وياخد اللون المناسب وزي ما انتو شايفين كده ما شاء الله اخد شكل دائري يعني حاولي تساوي بقى الرؤاء بتاعتي كنت بتفريديها علشان تاخد الشكل الدائري الجميل دوت وهبتدي بقى اقلب فيها كده لغاية لما تستوي وتحمر معايا كده بسيط يعني انا مش عايزها تحمر قوي بس يعني ابقى اتأكد ان هي استوت معايا عايز اقولكو طعمه ورحته في منتهى الجمال مميزين جدا عن الجاهز اللي بيجي من بره بيبقى معظم شوية ومش بيتشرب الشربة كويس لكن ده بيتشرب معاك الشربة كويس جدا وبيبقى طري جدا جدا في الاكل وليه طعمه مميز وريحة مميزة يعني جربهو في البيت احسن من الجاهز 100 مرة يا جماعة وبنص كيلو دقيق هتعملي كمية حلوة جدا هتنفع معاك الصينية او الصينيتين على حسب حجم الصينية اللي انت هتستخدميه بقلب كده في الرؤاقة بتاعتي علشان تاخد اللون المناسب وتستوي ومجرد ما بتشمل هوا خلاص بتنشف على طول اهم حاجة حطيهم كده او حطي كل رؤاقة بعيدة عن التانية علشان تنشف اوام وتبقى بالشكل الجميل اللي انتو شايفينه دوت ده الرؤاقة بتاعنا بتاع النهاردة زي ما انتو شايفين كده في منتهى الجمال احسن مليون مرة من الجاهز يا جماعة جربوه في البيت بنص كيلو دقيق او ممكن تجربيه كمان في كمية اقل من كده علشان لو حبه تجربي اول مرة زي ما انتو شايفين لونه في منتهى الجمال مستوي ومقرمش ولذيذ جدا وبيشرب معاك الشربة احسن من الجاهز كمان زي ما انتو شايفين كده وانا قلتلكم ان احنا ان شاء الله باذن الله هنعمل مع بعض دلوقتي حالا سنية الرؤاق باللحمة وهقولكو على سر التشريبة بتاعتها اللي هتخليها متمسكة واخدى لون دهبي جميل وكل اللي هيكله هيشكرك عليه لانه ناجح مية في المية تعالوا بس تسمعوا الاول صوت الارمشة بتاعت الرؤاق كده يلا بينا بقى نحضر صنية الرؤاق اللي عملناه في البيت منص كيلو من الدقيق اول حاجة معايا كده صنية حجمها مناسب حبتدي الدهنة كده دهنة من الزيت ومعايا بقى شربة ملحها مظبوط شربة بقى فراخ او لحمة المتوفر عندك وحبتدي بقى كده انزل الرؤاق وزي ما انتو شايفين بمجرد ما ينزل في الشربة بيطرى على طول يا جماعة بيتشرب معاك الشربة بطريقة رهيبة يعني وبيطرى جدا جدا غير الجهز خالص بيبقى معظم كده شوية وما بيشربش الشربة معاك بسهولة العصاق ده عملته بطريقة سهلة جدا وبسيطة عبارة عن بصلاية مبشورة مع اللحمة المفرومة نص معلقة فلفل اصمر ونص معلقة من الملح ونص معلقة من السبع بهارات وسبتهم على النار لغاية لما البصلاية دبلت واللحمة بتاعت استوت وبس كده بفردهم في السنية وبعدين بحط الطبقة الاخيرة بتاعة الرؤاق والتشريبة بقى رهيبة يا جماعة بضاية ونص معلقة فلفل اصمر ونص معلقة ملح ونص معلقة من البكنج بودر علشان يبقى هش معاك كده ومش ملكوم وهحط عليه حوالي معلقتين او تلاتة من الزيت وربع كوباية من اللبن وهقلب المكونات دي كلها مع بعضها وهبتدي بقى انزل بيها على سنية الرؤاق بتاعتي حاول كده ان انا اشرب الصينية كلها بالتشريبة ديت علشان كل الصينية تتشرب منها بكون مسخنة الفرن قبلها بعشر دقيق بحطه على الصجة بتاعت الفرن من تحت لغاية لما يحمر من الجناب ويستوي يعني من تحت وبعد كده برفعه على الشبكة بدون مولع الشوية لغاية لما يستوي خالص وياخد لون الدهب الجميل اللي انتو شايفينه دوت والقطع بتطلع معاك متمسكة وفي منتهى الجمال زي ما انتو شايفين كده طعمه ورحته جنان يا جماعة جربوه في البيت هيعجبكوا قوي قوي الرؤاق الناشف عمناه في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وبنص كيلو بس من الدقيق وطالع معاك في منتهى الجمال وناجح ومش معظم خالص وبيشرب معاك الشربة بكل بساطة وبكل سهولة اتمنى يكون الفيديو عجبكم اشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة وفيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته